للحديث أكثر ينضم إلينا من الأنبار المحلل السياسي عبدان الدليمي أهلا ومرحبا بك في نشرة الرئيسة وشكرا لتلبية الحوار أبدأ معك هل بدأ فعلا تصحيح المسار بمحافظة الأنبار لا سيما بعد انهاء وانتهاء سطوة الفساد والمزورين في هذه المحافظة والدعم الكبير للمرشحين الجدد الحقيقيين بمحافظة الأنبار أهلا وسهلا بكم تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الكرام بالحقيقة ما حصل اليوم في الخالدية وهي أحد أقضية محافظة الأنبار حقيقة كان كرنفال وليس مؤتمرا انتخابيا كان كرنفال كبير جدا ومؤتمر يعد من المؤتمرات المميزة في محافظة الأنبار من حيث الحضور ومن حيث الدعم محافظة الأنبار حقيقة تشهد منذ أشهر صحوة كبيرة في مجال العمل السياسي وفي مجال تصحيح مسار المرحلة الماضية لا يخفى عليكم جميعا ولا يخفى على أهالي الأنبار أن ما حصل في المرحلة الماضية مرحلة استثنائية لا تمتل أهالي الأنبار بصلة محافظة الأنبار محافظة يعني معروفة ولا قصرة بمحافظات العراق محافظة تشتهر بالكرم والشجاعة والرجولة وإكرام الضيف لم يذكر التاريخ على مر العصور أن محافظة الأنبار محافظة ترزخ بوجود فاسدين وسراق للمال العام هذا أمر طاري بالكاد على المحافظة هذه المحافظة الولادة بالرجال الولادة بالقادة الولادة بالرجال العملية السياسية قبل 2003 وبعد 2003 ما حصل مثل ما قلت لكم أمر طاري وأمر لا يعد مثل ما يقول ثوب المحافظة ثوب المحافظة ثوب ناصع بالبيض ثوب يتسم بالطيب والكرامة والرجولة وأكرام الضيف اليوم الأنبار تشهد مثل ما ذكرت لك انتقالة نوعية في مجال العمل السياسي خلال دورة ونصف هذه الدورة كانت الأنبار محكومة من قبل حزب واحد وكان المتسلطين على المحافظة وإدارات المحافظة بأقضيتها ونواحيها ودوائرها لا يخفى على الكثير وعلى عموم المحافظة المن كانوا ينتسبون ولمن كان ولاءهم ولمن كانوا ينفذون الأجندة السياسية فبالنتيجة اليوم المحافظة تشهد انتقالة نوعية في مجال العمل السياسي بعد تشكيل تحالف الحسم الوطني اليوم تحالف الحسم الوطني بالأنبار هو تحالف الشرفاء هو تحالف الغيارة هو تحالف المصححين للعمل السياسي هو تحالف الشرفاء من أبناء المحافظة الذين رفضوا الرضوخ والخنوع للمرحلة السياسية السابقة وأخذوا على عاتقهم تغيير الوضع السياسي نحو الأفضل إن شاء الله بجهود الخيرين من أبناء هذه المحافظة طيب سيد عدنان هذا الدعم الكبير من قبل العشائر لتحالف الحسم الوطني شنو رح ينعكس على واقع المحافظة وأتحدث هنا عن المرحلة المقبلة تحدثت عن المرحلة السابقة التي وضعت المحافظة في دائرة الفساد اليوم نحن مقبلون على مرحلة حقيقية جديدة يجب أن تكون الأنبار فيها المحافظة الأولى كما عرفناها نعم أستاذ العزيز اليوم تحالف الحسم الوطني مثل ما ذكرت لك اليوم أخذ على عاتقة تصحيح مسار العملية السياسية بالمحافظة اليوم تحالف الحسم الوطني لا يخفى على الجميع أنه يضم الخط الأول من رجال العملية السياسية وصقور العملية السياسية مثل من سميهم بدءا برئيس تحالف الحسم معالي وزير الدفاع الأستاذ ثابت العباسي مرورا بالدكتور رافع العساوي الذي شغل منصب ناب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور جمال كربول رئيس حزب الحال الدكتور سلمان الجميلي الذي استوزر الوزارتين الدكتور نور الدليم وزير التخطيط السابق الأستاذ صهيب الراه ومحافظ الأنبار السابق الأستاذ قاسم الفهداء ومحافظ الأنبار السابق الشيخ أركان الطرموس الشيخ عشيرة البمرعي الشيخ عبد الوهاب السرحان الشيخ عشيرة البوبالي ورئيس مجلس العشار المصدية للأرهاب والكثير من رجالات العملية السياسية من السياسين والشيوخ الأجلاء اللي يمثلون الطيف الأعظم من أبناء هذه المحافظة بسياسية ومشايخها جميع هذه التركيبة التي لا غبار عليها أخذت على عاتقها تصحيح مسار العملية السياسية والخروج بكيان سياسي سمي بتحالف الحسم الوطني اليوم تحالف الحسم الوطني يعني وضع على رئيس برنامج الانتخابي ممثلا بمرشحي على المحافظة وضع على رئيس برنامج الانتخابي تصحيح مسار العملية السياسية السابق نحو الأفضل بالنتيجة المحافظة بالمرحلة السابقة لا يخفى على الجميع أنها تصدرت موضوع الفساد المالي والإداري وأخذت رقم واحد على محافظة العراق وهذا كله بسبب سياسة التسلط وسياسة لي الأذرع وفرض الإرادات على مدراء الدوائر اليوم مدير الدائرة تابع للحزب الفلاني موارد الدائرة ورجالات الدائرة وسياسة الدائرة ترسم ليس على أساس المصلحة العامة للمحافظة لا وألف لا ترسم على أساس سياسة الحزب الحاكم في المحافظة لذلك شاهدنا هذا ولاحظنا هذا التعثر بمسيرة العملية السياسية بالأنبار الذي ولد للمحافظة الويلات والثبور من إقصاء وتهميش وإبعاد للآخرين عن تصدر المشهد السياسي وذلك بسبب الولاءات لذلك نكرر ونقول أن تحالف الحسم الوطني اليوم إن شاء الله أهالي الأنبار وشرفاء الأنبار ينظرون على أن تحالف الحسم هو التغيير تحالف الحسم هو تحالف التجديد تحالف الحسم هو تحالف النهضة لمحافظة الأنبار على كافة المجالات طيب في ظل ما تفضلت به وهذه الشخصيات التي ذكرتها والتي ستمثل المحافظة في المرحلة المقبلة لكن في المقابل الحلبوس الذي أقيل وأبعد من المحكمة الاتحادية حتى الآن هو يتحدث ويقول أنه يمثل المكون السني بمحافظة الأنبار رغم قرار المحكمة الاتحادية بالأمس أكيد تابعت وسمعت صارت بالمجوار يعني معرف إلى أين يريد أن يذهب بالمحافظة أستاذ العزيز المحكمة الاتحادية العليا أعلى جهة قضائية بالبلد أصدرت قرارا في الدعوة 9 اتحادية يوم 14 من الشهر الماضي 14-11 قرارا قطعيا باتا منزما بسحب عضوية رئيس مجلس النواب العراقي يعني نحن من جانب قانون نعرف والجميع نعرف أن قرارات المحكمة الاتحادية باتا وقطعية وواجبة التنفيذ منذ تاريخ صدورها رئيس مجلس النواب السابق سحبت عضويته وأصبح الآن لا يتمثل بأي صفة رسمية برلمانية ولا تشريعية ولا سياسية اليوم قرار المحكمة الاتحادية بسحب عضويته قرارا ملزما ونافذا وغير قابل للطعن أو التمييز ما يحصل اليوم بمحافظة الأنبار أو باقي المحافظات أن رئيس البرلمان السابق يعني يحضر مؤتمرات الاتخابية الحزبة والغاية منها هي إثبات أنه أنا لازلت موجودا بالعملية السياسية ولكن مثل ما تعرفون جنابكم اليوم تحالف تقدم أو حزب تقدم علي دعاوي مرفوع أمام المحكمة الاتحادية وأمام المفوضية العليا للانتخابات وممكن يلبط به بهذا الأسبوع وممكن تحدث مفاجآت أكثر من قرار المحكمة الاتحادية الذي أشرنا إليه في 14-11 لذلك نقول أن ما يقوم به رئيس البرلمان من نشاطات داخل المحافظة ما هي إلا بالونات إثبات وجود داخل المحافظة وبالنتيجة هي لن تنطلي فقط إلا على أن صار حزبه الذين لا زالوا يتصورون أن هذا الأمر حقيقة مدى يدخل الدماغهم أن رئيس حزبهم تمسح بعضويته وأنه مدى يتقبلون الصدمة ولكن نقول لهم من خلال قناتكم الكريمة أن رئيس البرلمان أصبح رئيسا سابقا للبرلمان وما عاد يتمتع بأي صفة شريعية وأن القادم من الأيام يحمل مفاجآت أكثر إذن من الأنبار المحلل السياسي عدنان الدليمي كنت ضيفا كريما في نشرة الرئيسة شكرا جزيلا لك شكرا